اخيرا وصلنا للقسم الاول الاسلام والايمان هو ده اللي هماني انا عايز اشوف الرجل ده بالزابي عرف الاسلام والايمان وانا عرفته لكم في اول الفيلم ببساطة وارت لكم ادلة بالهبل تلاتة واربين ايه من القرآن ما نشوف الرجل ده هيقول ايه القسم الاول الاسلام والايمان الدين الفارس بتاعه الاسلام والمسلمون الاجرام والمجرمون ايه عم ايه علاقة الاسلام والمسلمون بالاجرام والمجرمون الايمان والممنون الاحسان والعمل الصالح الكتاب والفريضة الواسية انا مش مش هقرأ معاكم كل الكلام ده بصراحة يعني الرجل ده تواهان فانا زي ما قلت لحد صفحة 59 وكان دي اقصى طاقلية وبعد كده تصفحت انا الكتاب بسرعة مش سطر سطر يعني ارفتي يعني ده كتاب لا يقرأ ثمة العديد ايه ده ثمة العديد العديد من ايات التنزيل الحكيم تجدنا فيها امام مصطلحات هي الاسلام المسلمون الايمان المؤمنون التقوى المتقون تقابلها في جانب اخر مصطلحات الاجرام والمجرمون الكفار الكافرون الشركة المشكون الرجل الدارب ده بيقولك تقابلها يعني عكسها هل الاجرام والمجرم عكس الاسلام والمسلمون بالطبع لا الايمان والمؤمنون هل عكسها الكفار الكافرون اه دي ممكن التقوى والمتقون هل عكسها الشركة والمشركون لا طبعا الشركة والمشركون دي هي دي اللي ممكن يبقى عكسها الاسلام والمسلمون لكن التقوى والمتقون طبعا مش عكسها كده ممكن عكس التقوى والمتقون عكسها الفسكة والفاسكون لو عايز يتكلم عن عكس التقوى والمتقون ونفتح المعاجم والتفسير وكتوب الأصول فتأكيد أنا أمام خلط واضح بين الشركة والكفر والإجرام أنت برضو خلطت بينهم وأي جزائي الشركة غير الكفر غير الإجرام طبعا معروف كلام منطقي مش محتاجين إحنا للتفسير ولا معاجم عشان نفهم الكلام ده وأمام صنائية غائمة لا تفرج بين المسلم والمؤمن طبعا فيه فرق كبير بين المسلم والمؤمن أنا عارفين أن كل مسلم مؤمن ولكن ليس كل مؤمن مسلم لأن الإسلام هو أعلى درجات الإيمان والإسلام والإيمان طبعا فيه فرق بينهم الإسلام هو أعلى درجات الإيمان الإيمان دي أول درجة الإسلام دي آخر درجة وتجعل المسلمين مؤمنين والمؤمنين مسلمين الكلام ده تهريك طبعا لو ده كلام المعاجم بكلام المعاجم غلط بس أنا متأكد أن أنت هتيجي تصلح المعاجم بكلام تاني غلط والجميع أتبع محمد بص حتى لما يقول صلى صد الرجل مش عايزه يكتب اسم الله الرجل زبالة للدرجة دي انه هو يعني حزف اسم الله بدلا نقول صلى الله عليه وسلم كتب صد بس ايه عم خلاص يعني كتصعب قول انك تكتب صلى الله عليه وسلم يعني كتسعل عليك تكتب اسم محمد وصعب عليك تكتب اسم الله ايه يا جماعة الناس دي لحظة ولا ايه بالزبط زي المشركين بالزبط من عبدة الاحاديث بس برحيك اخر مش بالاحاديث بقى بحاجة تانية خالص هو هيبتدحها ندخل يعمل اسم والمسلمون ايه كده عايزين عيات من القرآن نعود يا للتنزيل الحكيم بس مصر انه ما يقولش علي القرآن كأن القرآن ده ما اسموش قرآن عايز يخسل مخينة بكده وانا للاسف رديت على واحد قبل كده في موضوع الاسم والمسلمون نفس المقالة برضو بيقول نفس الكلام بيسميه انه التنزيل الحكيم باورها لكم ممكن في اخر الفيلم لو بسرعة كده برضو عمال يرجع للتنزيل الحكيم التنزيل الحكيم شكلها عصابة يا جماعة عايزين يلغبطوا المسلمين بس ويلبسوا عليهم دينهم باي تهريج واي كلام غير منطق كله ليس من الله وهنا بيقول ونحن متفقون على انه صادق خال من الحشو لنقرأ فيه اه طبعا صادق خال من الحشو ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات طب ما كملتش بآله يا اخوة بقيتها بقى ده فيش بعد كده والتائبين والتائبات والرقعين والرقعات والسجدين والسجدات والمتصدقين والمتصدقات والزاكرين الله كثيرا والزاكرات ده فيه صفات كتيرة جدا كل الصفات اللي جاية بعد المسلمين والمسلمات كلها اللي جاية بعد كده كلها من اركان الاسلام الاية دي بتشرح اركان الاسلام كتيرة على فكرة ان بتبدأ ان المسلمين والمسلمات هي دي اعلى درجة وابدأ انزل بقى ايه تحتيها كل اللي تحتيها دول انكلودد لو انت مسلم انت كل الصفات دي هتبقى فيك مؤمن وبتتقي الله وبتذكر الله كثيرا وبتركع لله وبتسجد الله وكل الكلام ده هيبقى الصفات فيك لو انت مسلم المؤمن مش شرط ان هو يبقى مسلم عندنا المؤمن بيرتكب معاصي كتا يا جمد لكن مسلم اسلم وقاكه لله بيسمع كلام الله بيتيعه في كل حاجة مستحيل هيرتكب معاصي وهو مؤمن هنا بيقول عسى ربه ان طلق كورنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات نفس الكلام الاية دي بتنطبق بالزبط على نفس الاية الكريمة وبيقول لعم ما لي والسلك الايات مش كاملة وبعد كده طب اشرح ورا كل اية قالت الاعراب وامنا كل لم تؤمنوا ولكن كل اسلمنا طبعا انا شرحت لكم الموضوع ده ان قالت الاعراب وامنا هنا ان هم خلاقين لما الرسول طلب منهم يجهدوا بقى في سبيل الله اللي هم يتعوه بقى واسلمهم يبدأ رفضوا يا عم احنا امننا خلاص بمعنى قال لهم انتوا لم تؤمنوا ولم تسلموا حتى ورح قال لهم لما يدخل الايمان في كل وباكم وقطع الهنا لان بعد الاية بتقول وانتوا تيوا الله والرسول كمان اللي هو الاسلام الطاعة اللي هي الاسلام بقتها ده يوريك ان الاية دي بتثبت ان الاسلام اعلى من الايمان ونفى من الايات امرين الاول ان المسلمين والمسلمات شيء والمؤمنين والمناء شيء اخر اه طبعا احنا فاهمين كده لكن كل مسلم مؤمن ولكن ليس كل مؤمن مسلم الثاني ان الاسلام يتقدم دائما على الايمان واسبق الكلام ده كله تهريج ولا شرح ليه لكن طبعا الايمان هو اللي يسبق الاسلام طبعا لان انت لا يمكن ان تسلم لله وانت بطوعية وليس عن الاسلام بكراهية زي مثلا ان هو اسلمنا ان هو خلقنا او اسلمنا ان هو حيموتنا او اسلمنا ان هو حسابنا ده واضع التاني خالص خارج عن ارادتنا مفوش طوعية مننا هتحصل هتحصل لكن احنا بنتكلم ان انت بقى تسمع كلام الله تتيع الله في كل الكلام اللي قاله لك ده بعد كده يبقى طوعية لك انت عندك اختيار هنا ان انت تعملها ده الاسلام اللي انا بتكلم اللي هو ده معنى دين الاسلام مش معنى دين الاسلام من ربنا قاهرنا وخلاص بص ما شرحش قالك ونفهم كده وبس لغبطك وقطع الايات ولا قال اي حاجة ونقرأ قول نفس الكلام الجن وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحرر رشدا اللي بقى فين بقى يبقى الايمان ليس تحرر رشدا ولا ايه بالزبط يعني انا عايز افهم لو الواحد ايه مؤمن ده معدلاتي واحد مسلم ده تحرر رشدا وما بوصلش بدرجة الايمان لو هم بيتكلموا هنا منطقي هم بيقولوا فمن اسلم هو ده اللي اسلم واجهه اللي هو ده اللي تحرر رشدا اعلى درجة من ان انت تتحرر رشد هي دي ان انت توصل لدرجة الرشد ان انت تسلم مش هيقولوا ان هم اقل درجة بحيوصفوا ان نفسهم بقى اقل درجة وما يقولوش ان هم منهم من قونيز كانوا هم قابليهم بيوصفوا نفسهم ان بيقولوا سمعنا القرآن فأماننا به في اية قبل كده في صورة الجن لو جبتها لكم على اكسس كرآن دلوقتي بس ما فيش ده عشان الفيلم ما يطولش اكتر من كده بس انا شكلها هقسم الفيلم اجزاء عشان ما يبقاش ساعات طويلة الاية اللي بعد كنت تقول ما كان ابراهيم يا هودان ولا نصر عنان ولكن كان حنيفة مسلمة وبقيت الاية وما كان من المشركين بقيت الاية برضو عمال يقطع في الايات زي اسلوب عبدة الاحاديس الشيطانية بالزبط اسلوبهم واحد بالزبط بالملي عشان بقول لكم ده بالزبط زي البخاري بالملي عايز يوصل لشهره ومجد زي ما البخاري كان عايز يوصل لشهره ومجد بالملي حطوا انفسهم شركاء لله يشرعوا معاه ويقلفوا في الدين بما لم ينزل الله به من سلطان خلوا بالكم يعني الاية هنا بتكمل وما كان من المشركين عشان ربنا يقول لنا مفيش ولا احد مسلم ابدا عمره ما هيبقى مشرك لكن احنا عارفين ان في مؤمنين كتير بيبقوا مشركين وما يؤمن اكثرهم بالله وان لو هم مشركون واية تانية بتقول وان يشرك به تؤمنه يعني لو اشرك بالله هتؤمنه يبقى المؤمنين بيشركوا بالله لكن المسلم عمره ازاي واحد يسلم وجهه لله ويشرك به مستحيل ما تعملش اي منطق ابدا منطقيا مرفوضا ورياضيا مرفوضة كمان بصوا الايات كلها اللي انا كلمتكم فيها وصل بها ابراهيم بينيه ويعقوب يا بناي ان الله صفى لكم الدين فلا تموتنا الا انتم مسلمين جاب الاية هنا كاملة عشان كلمة مسلما جاءت في اخرها فالهنا الاية دي طبعا معناها ان لو انتم بقى موتوا وانتم مسلمين لك مش مهم تبقوا مؤمنين طبعا كلام تهريك جدا رغب ان هم كان المفروض ولاده يؤمنوا بيعقوب على انه نبي من الله ورسول من الله برضو مثلا لو كان يعقوب رسول انا معرفش كان رسول ولا لأ بس اوبيسا وبيدي رسالة هو ممكن يبقى رسول مش شرط يبقى معك تاب يعني وعندك ابراهيم برضو يعني بينصح الناس ان هم يموتوا هم على اقل درجة ابراهيم اللي هو اللي بيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك هو وابنه يعني ابراهيم كان مؤمن بسنين وبيطلب ان هو يبقى مسلم وربنا قال له بعد كده اسلم قال له رباه اسلم قال اسلمت الرب العالمين هو كان مؤمن قبلها فطبعا كلامه غير منطقي تماما برضو رسل كل ايات واطعف منها وبعد كده يقول لك التلخيص بتاعه الكونكلوجن بتاعه خلاص هنا الاية بتاع رب فقد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارد انت وليه في الدنيا والاخرة توفني مسلما وعالحقني بالصالحين طبعا لان المسلم هو ده اللي هيطلحك بالصالحين لان ده اعلى درجة هو ده اللي حسابه حيبقى يسير هو ده اللي اسلم واجهه لله هنا يوسف بيطلب ان هو يموت على اعلى درجة مش يطلب يموت على اهل درجة ده بيهرج عمنا شحرور طبعا كل الايات اللي جيبها بتثبت ان الاسلام اعلى من ايمان بالاضافة للايات اللي انا نقشتها معاكم الاية بتاعت سهر تفرغون نفس الكلام وما تنقم مننا بيها لما التعبان كان العصيان بتاعتهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين توفنا مسلمين بقى وقته وهم بيقتلهم فرعون طبعا وطلبوا الصبر لان الصبر هنا ده ركن من اركان الاسلام ان انت تصبر لان انت بالاسلام ان انت بتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشراه لما يجي لك شراه وانحنا عارفين ان هم كانوا متوقعين شر جامد هنا ان فرعون قال لهم لأكدت عنا ايديكم وارجولكم من خلافه وقالوا صلبنكم اجمعين فطبعا كان راب من نسبة لهم والراب كده ثبتوا وهو ده فعلا كان تسليم حقيقي لوجه الله منهم فعشان كده طلبوا قالوا توفنا مسلمين بعد ما هم امنوا بقى يات ربنا الاية برضو بتاعت صحرة فرعون بتثبت نفس الكلام والاية بتاعت فرعون برضو بتثبت نفس الكلام من الاسلام اعلى من الامان لان هو قال امنت الاول قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بانو اسريل وانا من المسلمين وبعد كده وهو من المسلمين لان عارف وقتها ان المسلمين هم دول خلاص بصرك اليوم حديد عارف كل حاجة عارف ان الاسلام هو الدرجة المرجوة من كل البني ادمين اعلى الدرجة الدرجة اللي هي البني ادم هتحسب فيها حساب يسير جدا طبعا حتى وانت مسلم هيبقى عندك زنوب بس زنوبك هتبقى قليلة جدا 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 لان انت تبزل قصارى جهدك ان انت تسمع كل امر قالوا لك ربنا الحواريون نفس الكلام فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواري نحن انصار الله انصار الله يعني بيؤمنوا بالله وكانوا بيؤمنوا بعيسى بدليلهم هم بيردوا على عيسى بيقولوا نحن انصار الله لان هو قالوا من انصاري الى الله نحن انصار الله امنا بالله اهو امن الاول واشهد بان مسلمون مسلمون يعني هيفضلوا بقى على اسلامهم لله من لحظة ايمانهم دي مع عيسى وحينصروا في اي لحظة هتحصل بعد كده فهو ده الاسلام هنش معهم يوميا نوح فإنت وليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وإمرت أن أكون من المسلمين طبعا إن شاء الله زينا هو يقول لك نوح كان أول المسلمين نوح عمره ما قال لنا من أول المسلمين أو قال لك أنا أكون من المسلمين يعني كان فيه مسلمين تانيين من قبله طبعا من قبل نوح آدم كان مسلم لله بعد كده أكيد قبل ما ينوت بعد الدرس اللي هو لأن آدم ما كانش عنده خبرة وربنا حاب ينزله على الأرض بخبرة كبيرة عشان يقدر ينقل المسج جامد بخبرة والأولاده بص هيحصل ليه الشيطان ممكن يعمل فيك إيه فطبعا آدم بعد كده كان مسلم اللي في فترة حياته والحد ما مات طبعا ونقل المسج مزبوط وندم عن اللي هو فعله وربنا تابع عليه أصلا إحنا عارفين معنا أنه هو تابع عليه يبقى هو فعلا آدم ندم بإخلاص عن الغلطة اللي هو عملها فعشان كده أنه هو نوح من المسلمين طبعا الرسل وصله الأعلى درجة من درجات الإيمان فعشان كده لازم وصفهم أنه هم يبقوا بالمسلمين مش بالمؤمنين ربنا بيتكلم عن مؤمنين كتير أنه هم بيشركوا به ومؤمنين كتير بيأكلوا الربا ومؤمنين كتير لا يشهدون بالقسط فيما بينهم فعنا عارفين أن المؤمن ممكن يرتكب زنوب ومعاسي وعندنا مؤمنين كل عبادة اللي دينا أصرفوا على أنفسهم يعني فيه ناس بتصرف على نفسك لو أنت مؤمن إلا لو أنت مستل لو أنت مستم عمرك ما هترتكب كل الحديد دي عشان كده دايما الأنبياء والناس الصالحة دايما هي الأقرب درجة للإسلام طبعا وصلوا لأعلى درجة من درجة الإيمان ونفى من الآيات في تسلسلها أعلى أن الجنة وإبراهيم ويعكوب والأصباط ويسف وصحر وفران عدهم لكلهم كانوا من المسلمين الله طب مواضحة زي الشامس محتاجة فهم مواضحة ما بيقول إحنا من المسلمين سبحان الله رب الراجل عايز يوريكو يعني بيجيب أدلة عشان بيبني باطل على حق يعني عارفين إذا عارف لما أنت تحاول تبني باطل على حق فأنت بتحاول تجيب آيات واضحة زي الشمس بتقول حاجة واضحة زي الشمس وإنت حتحاول تلغي الوضوح اللي هو زي الشمس ده وأن فرعاون حين أدركه الغرق نادى بأنه منهم والله ما إحنا عارفين وإني منا المسلمين وهؤلاء جميع أعلم يكونوا من اتباع محمد الله سبحان الله ربي إذا الراجل ده فاهم اسم الدين غلط هو الإسلام إن أنت تبقى متبع محمد إزاي بس مهوق الناس إيه مش متبع محمد الإسلام إن أنت تسلم لله هو الإسلام إن أنت تسلم لمحمد ده أنت راجل جاهل صحيح هندسة مدنة إيه بقى اللي أنت خدتها دي أدبع محمد إن أنت تبقى مسلم لأ مش إن أنت تبقى أدبع محمد إن تبقى مسلم إنت لو أدبع محمد تبقى مؤمن أمنت بمحمد كان رسول زي ما ربنا طلب منك ان انت بتؤمن بحاجة غيبية ان انت متعرفش اذا كان هو فعلا الرسول حقيقي ولا لأ لكن هو بيقول ان هو رسول فانت امنت بحاجة زي دي لكن انت كده اصلا بعد كده ده ايمانك بعد كده بقى اسلامك بقى هيبدأ بعد كده ما لوش علاقة خالص ان انت تؤمن بمحمد وما لوش علاقة خالص ان انت تؤمن بموسى او بعيسع او كل الناس دي الاسلام هنا ان انت بعد ما امنت تسلم بقى للأوامر وتقول سمعا وطاعا بعد كده لكل الحاجات اللي ربنا هيقولها لك زي ما ابراهيم وابنه عمله فلما اسلامه وتلله للجبيل يعني سلمه بامر ربنا وكان امر صعب مش على اي حد يقدر وهذا هو البلاء العظيم ونفى من هذا كله ان الاسلام شيء والايمان شيء اخر يا عم ما انت قلت ان الجملة دي قبل كده قلت الايمان شيء والاسلام شيء اخر ما اكيد الايمان شيء والاسلام شيء اخر وان الاسلام متقدم على الايمان سابق لا الكلام ده تهريك بيحاول برضو يجيب الايات بيقولها اي يعني متقدم لا وفين ده كل الايات ورعت ان هما امنوا الاول الراجل لاحس يا جماعة الراجل بينقض نفسه بفظاعة الايات كلها اللي احنا بصينا فيها ورعت ان هما امنوا الاول قبل ما يقولوا ان هما من المسلمين كل الايات وان المسلمين ليسوا اتباع محمد حصرا طبعا ليسوا اتباع محمد حصرا والنص الاخيرا الى السؤال الكبير إن كانت شهادة برسالة محمد والشعائر من أركان الإسلام فكيف يصح إسلام فرعون وهو لم يلتقي إلا بموسى طبعا السؤال من تكي ردا على عبدة الأحاديث الشيطانية ولكن ليس ردا على واحد زي لأن واحد زي أنا نلقى من إن الشهادة عصة من أركان الإسلام ما فيه الشهادة لا شهادة محمد إنه رسول ولكن بما أن قول العلم والله بيشهد إنه لا إله إلا هو يعني احتراما لألهية الله ومعظمته فإحنا لا مانا إنه نشهد إنه لا إله إلا الله للكفار بس لا مانا عندي من دي لكن أنا أنا أربط معاها محمد كمان أنا كده بالنسبة لي دي شركة لكن أنا مش شرط إن البني آدم حتى يشهد إنه لا إله إلا الله طالما بيؤمن من جوا في قلبه إنه لا إله إلا الله وربنا هيبقى عارف كده ليه أروح نشهد هو الإيمان بالكلام إن أنا راح أقدام الناس وعدها قال لهم أنا بشهد إنه لا إله إلا الله انا بشهد ان لاقي ايه الا ايه التاريك ده. طبعا. فهو هنا الرد ده على بس عبدة الاحاديث اه ان ازاي دول يبقوا مسلمين وانتم بتقولوا دول اركان الاسلام. لو انت بقى تيجي ترد عليها تلاقي اركان الاسلام. الصلاة والزكاة والحج والصوم. بس دول. وحاجات تانية بقى بعد كده. دي الطاعة دي الاركان الاسلام. وزود بقى لهم التقوى. والعمل الصالحات. والصبر. والتوكل على الله. والاحسان للوالدين. معاملة الفقير والمسكين. وابن السبيل. كل الكلام ده من الاسلام. حياتك اليومية كلها من الاسلام. طبعا. فهو انا شحرور عنده نقطة ضد عبدة الاحاديث. بس هو برضو نقطته فضحت جاهله بمعنى الاسلام. لان الاسلام مش ان انت تؤمن بمحمد. او تشهد ان محمد رسول الله. مش ده الاسلام طبعا. ولا حتى انك تشهد ان لا اله الا الا الله. الاسلام يعتمد ان انت تؤمن بالحاجات اللي ربنا قالك عليها. وقالها بطريقة انونيماس من ناحية الرسل والكتب. قالك كتبه. يعني اللي نزل عليهم التوراة لازم يؤمن بيه. اللي نزل عليهم الكرآن لازم يؤمن بيه. اللي نزل عليهم الانجيل لازم يؤمن بيه. اللي نزل عليهم الزبور لازم يؤمن بيه. بالنسبة للرسل. اللي نزل ليهم موسى لازم يؤمنوا بيه انه هو رسول. اللي نزل عليهم اي رسول تاني زي محمد برضو لازم يؤمنوا بيه. بس كده عشان كده ربنا قال كتبه ورسل ليه. جمع يعني. والملائكة واليوم الآخر والله الحاجات كلها معروفة لله المفروض ده احنا نؤمن بها من انت بها بعد كده يبدأ إسلامك بقى وإثباتك الإيمان ده طول حياتك في حياتك اليومية هيوا ده هنا تعمل لك لقد أقامت كتب الأصول والأدبيات الإسلامية أركانا للإسلام من عندها حصاراتها في خمسة هو جيه بقى عمنا شحرور بدلا من يخليهم خمس بقولك حصاراتها في خمسة هو عملهم تلاتة يعني هو عمل الإسلام تلات حاجات بس عبدت الأحاديث عملوها خمسة اللي احنا عارفينهم الشهادتين والصلاة والسوم والحج والزكاة هنيجي هنا مستبعدة العمل الصالح والإحسان والأخلاق من هذه الأركان يعني هم استبعدوا العمل الصالح طبعا هو عنده وجهة نظر هنا ان المفروض العمل الصالح والأخلاق من أركان الإسلام طبعا لان العمل الصالح والأخلاق هي دي الحاجات من الحاجات اللي انت بتشوفها في حياتك اليومية اللي انت المفروض بقى تطبق فيها إيمانك وتثبت عن طريق إسلامك لكل اللي ربنا قال وبعد كده فإسلامك لله طبعا فالطاقت دون أن تقصد بالعلمانيين والمركاسيين من أصحاب مشاريع الحداثة والتجديد كما أسلفنا ووقعت دون أن تقصد أيضا فيما وقع فيه اليهود والنصارى بيقولك يعني أنهم عملوا نفس الكلام برضو باسلوب العلمانيين أنهم تركوا العمل الصالح والأخلاق وهو ربطها بالدين يعني معناها أنهم تركوا الدين رغم أنهم أصلا الأركان الإسلامي الخامسة اللي هما بيقولوهم عبد الحديث كلها دين الشهادين والصلاة والزكاة والصوم والحج فأنت عندك هو بيقولك أنهم عشان ما ربطوش دا بالأخلاق والعمل الصالح وهو ربط لك الأخلاق بالدين فقال لك كأنهم رفضوا الدين فربطها لك بالعلمانيين اللي هما قال يعني العلمانيين رفضين الدين رغم أن أنا علماني وراجل متدين علماني أنا من نعمة أزافري ومتدين طول عمري كمان والمركاسيين دول عشان رفضوا الدين طبعا تماما من أصحاب مشاريع الحداثة والتجديد هما يبينطلبوا حداثة وتجديد بخلاف الدين خالص طبعا أنا مش كده رغم أن أنا من أنصار فصل الدين من الدولة تماما لأن أنا بالنسبة للدين لله الراحد ونفسه والوطن للجميع الأرض كلها للجميع سواء كان مؤمن وكافر حتى ربنا بيقول في القرآن بيقول وأنه يعني بيرزق كل هؤلاء هؤلاء وما كان عطاء ربك محزورا يعني بيرزق الكفار والمؤمنين وما كان عطاء ربك محزورا يعني ربنا بيرزق كمان الكفار فربنا بيرزق برضو الناس دي أنا راجل بقى علماني أنا متدين في علماني هي بتدين وده اللي أنا بده لي طول حياتي أن أنا كراجل علماني مش عايز الدولة ليها علاقة بالدين بس كده لكن كل إنسان الحرية أنه هو يبقى متدين مع نفسه في وضع تاني خالص لكن أن أنا أحكم بالدين والدين أصلا أسلوب زمان بيستخدموه تجار الدين عشان يرهبوا الناس ويسيطروا عليهم فإبقى الحكومة نفسها بتعمل نفس الكلام كده فأنا تماما من صغري ضد ربط الدين بالدولة والدين لله والوطن للجميع وكل واحد عايز يؤمن اللي عايز يؤمن بي وحسابه بعد جدا هيبقى مع ربنا لكن الدولة كلها بتاعتنا يقول تعالى في محكم تنزيو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم كل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهو اللي بيسلم وجهه لله وهو بيحسن فله أجره فاليهود يحصرون الجنة باليهود وما عداهم في النار والنصارى يحصرون الجنة هو بيقول يعني شحرور بالنصارى ما عداهم في النار والتنزيل يعتبر ذلك كله أوهام بس ما قالش القرآن رغم إن ربنا بيرجع للقرآن بيقى القرآن والتنزيل يعتبر ذلك كله أوهاما منهم لا برهان عليها ويصح لهم أوهاماهم بصراحة لا لبسة فيها قائلا أن الجنة يدخلها كل من أسلم وجهه لله وهو محسن طبعا كلام منتقي لأن الجنة هيدخلها اللي هم على أعلى الدرجات من الناس اللي هم أسلموا وجههم لله ومحسنين والإحسان ده جزء من أن أنت تسلم وجهك لله لأن أنت ربنا بيقول لك أحسن للناس ويعمل الصالحات فلأنت لما تطيع كلام ربنا لأنك مسلم وجهك له يبقى أنت كده بقيت محسن وتأتي أركان الإسلام الموضوعة اللي تعتبر أن هم بقى اللي حدتوا من الناس دانين عرضت لحديث موضوعة لا يقوم إسلام إلا على التصديق برسالة محمد وعلى الصلاة والزكاة والصيام والحاج وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله في زعمهم غيره طبعا هم فهمين غلط طبعا الإسلام في ناس قبل محمد طبعا ربنا هيقبل إسلامهم لأن هم أسلموا وجههم لله وعملوا كل اللي ربنا قاله لهم محمد جيب بعدين ما كنش يعرف عنه حاجة هو عايز يدخل في الموادية دي كله عايز يدخل نفسه في حساب الناس دي مع ربنا بيقول لك هنا قال لقد تم اعتبر الصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت من أركان الإسلام لا لكن أنا اعتبر الصلاة والزكاة والصيام مش هقول صيام رمضان ما ممكن يبقى صيام تاني ما ربنا بيقول يا الذين أمانوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبليكم فأنا مش هحط صيام رمضان حج البيت آه ممكن نحج البيت من قبلنا كم مكتوبة على ناس قبلنا لكن أنا مش هدخل رمضان في العملية هنا بس الصلاة والزكاة والصيام والحج وممكن الحج كمالا أنا ممكن الناس كتب بتحج الحاجات يعني يا ممكن أبلاش حج البيت الحج بس من أركان الإسلام آه والناس اللي قبل كده عملوها فإذا ما فتحنا التنزيل الحكيم وجدنا يكلف المؤمنين بهذه الشعائر وليس المسلمين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا آه طبعا هي كانت على المؤمنين مهمة لو أنت مسلم ما أنت هتكون بتصلي على طول كتاب موقوط خلاص أنت عارفها إنما ربنا بيحذر المؤمنين عشان المؤمنين عارفين منهم العاصي ومنهم اللي بيكفر وبيأمن وبيأكفر وبيرجع يؤمن ومترددين ومنهم اللي بيرتكبوا زنوب ومنهم اللي بيشربوا الخمر ومنهم اللي ما بيصلوش فربنا بيقول لهم ربنا بيكلم الناس اللي على أقل درجة ربنا مش هيكلم الناس اللي هي سابكون السابكون اللي هم المسلمون بقى الناس اللي هي وسطت لأعلى درجة الإيمان ويقول لهم الكلام ده ما هم عارفوها خلاص. ده كلام منطقي جدا. فهنا ان الصلاة كانت على المؤمنين طبعا. على المؤمنين. ولو انت سليت وسمعت كلام ربنا هتوصل وتبقى لدرجة مسلم. بعد كده. واقيمه الصلاة وعياته الزكاة. نفس الكلام اوام من ربنا. وانت مؤمن امنت بيه. بقى انت لازم تسلم واجهك له. يبقى انت لازم تسمع كل حاجة بقليب. لازم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ولازم تقدم لنفسك من خير. وبالا عملت كده هتوصل لدرجة الاسلام. طول حياتك. كتاب موقوط يعني كتاب كل يوم. يعني انت تصلي كل يوم. مش هتصلي مرة واحدة وخلاص. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطيوا الرسول لعلكم ترحمون. نفس الكلام. هتبقى للمؤمنين. يا لازين امنوا كتب عليكم الصيام. بصوا. قطع كما كتب على لازين امنوا قبلكم. الرجل ده مش مهندس مادنة يا جماعة بدأت تشك انه هو مهندس مادنة على فكرة اخذها او امتك كده او فشل فيها باين. فعلك ادخل في الدين زي. عالفين احنا كل اللي بيخشالوا في الدراسات. يوم مدخلين الازهر ومدارس الازهر. بعد ما فشلوا في النام في اي حاجات علمية. فالرجل ده الظاهر باين. فشل في الهندسة كمهندس. خد الشهادة كده اوانطة. وفشل في الهندسة كمهندس. تمام? وايه قال لك ايه ادخل في الدين بقى. زي اللي هم بيدخلوا في المدرس الازهرية بقى يبقى اكل عيشهم الدين بدل ما ايه اه فشلوا في ان هما يحصلوا على اكل عيشهم اي حاجة تانية يعني هنوه بقول ان هو مهانس مدني يعني انا مش فيهم ايه الكلام ده فمن شهد منكم الشهر فلياسمه طيب شهر رمضان ده اللي هو من رسالة اللي كلنا جعلنا منكم شرعا ومنهاجا ربنا بيقول كده ودي الشرع والمنهاج بتاعنا لكن هما عندهم شرع ومنهاج تانية اياما معدودات ما اياما معدودات دي ما بتتكلمش على شهر رمضان دي ايوه الذين اامنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات ودي بتتكلم عن ايام تانية مش شهر رمضان مش فاهم عصده ايه الراجل ده ونجد نفسنا امام سؤال كبير لا ده سؤال انت اللي عملته كبير او سؤال هايف او سؤال تافه او سؤال انفالد او سؤال مش المفروض يسأله او سؤال مش المفروض واحد زكي يسأله او ممكن سؤال طفل بقى هو اللي يسأله كبير على طفل فعلا لماذا تم استبعاد الجهاد والقتال والقصص والشورى والوفاء بالعقود والعهود والعديد للعديد من الاوامر والتكاليف من اركان الاسلام مع ان حكمها واحد في الايات كحكم الصلاة والزكاء والصيام والحج انا مش فاهم ان انا استبعدها من مين استبعدها من كتب الاحاديث الشيطانية اه طبعا لان هما مش فاهمين ايه هو الاسلام ما هما زيك مما زيك مش فاهمين يهو الاسلام فطبعا هيستبعدوا الحاجات دي كلها اللي تعتبر كلها من اركان الاسلام لان كل الحاجات دي الجهاد والقتل والقصص والشورى والوفاء بالعقود والعهود والكثير من الاوامر والتكاليف كلها اوامر من ربنا لازم عشان نسلم وجهنا ربنا ونطاعها يبقى لازم نعملها لكن متألة في حتة تانية ونقرأ قولوه تعالى والذين امانوا وهجروا وجهدوا ابي يثبت لك بقى الحاجات دي تمانا بقول لك زينة امانوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا دي يعني كل يوم مش مرة واحدة لن ترتابوا انت ممكن الارتياب يجي لك النهاردة وتوقفه يجي لك بكرة وتوقفه يجي لك بعد يعني هو ده الاسلام ان انت لن ترتاب حاجة من ان انت من اركان الاسلام ان انت لا ترتاب في ايمانك وتجاهد باموالك وبانفسك في سبيل الله لو انت عملت كده هتوصل لدرجة نقصاتك هتبقى هو دي درجة الاسلام اعلى درجات الامان عشان يشرع لك ان القتال هو قرن لكم والله يعلموا انتم لا تبص اطع الاية برضو وجاب اخيرها يا ايوه الذين امانوا كتب عليكم القصص في القتلة جاب شوية ايات ومعرفش عمل يقطع الايات بطريقة غريبة ويحطها وراء بعض ولا تقفة ما ليس لك بيه علم وقطع الاية ولا تمشي في الارض مرحن وقطع الاية يا ايوه الذين امانوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتا في ايوه الذين امرا ربنا ما يقول يا ايوه الذين اسلاموا لان اللي بيسلم عمره ما حيدخل ببيت من غير ما يستعزن ويسلم على اهلها والاية برضو الاولانية دي يا ايوه الذين امانوا اوفوا بالعقود طبعا عمرها ما تتال يا ايوه الذين اسلاموا اوفوا بالعقود لان المسلم بيوفي بالعقود كما نجد انفسنا من اركان الاسلام المزهومة التي تضم الشعائر فقط امام تحريف خطير لما ورد في التنزيل والحكيم الغابي فاكر ان العملية انها شعائر لا العملية مش شعائر ان انا الصلاة انها اركان من اركان الاسلام على اساس انها شعائر ابدا الصلاة والحج والسوم والزكاة لا طبعا مش عشان انها شعائر بقت اركان من اركان الاسلام ابدا ده عشان ربنا قال تعملوها لازم تعملوها وانا بطيع ربنا فبقت الطاهي لركن من اركان الاسلام ان انا بطيع لربنا قالهولي ان انا قال حج بقى حج يبقى انا كده قطعت ربنا هو ده اللي انا عملت ركن من اركان الاسلام كلام ربنا في حاجة الهالي ان انا عمله. ان انا لا ادفع الزكاة نفس الكلام. ان انا اصلي نفس الكلام. وان انا اصوم نفس الكلام. هو فهم غلط. فهم ان الشعائر هي نفسها هي اللي ركن من اركان الاسلام. لأ طبعا. بالمرة. الطاعة هي اللي ركن من اركان الاسلام. التسليم لوجه الله هو ده الاسلام. انك تسلم واجهك الاله. ومعنى انت تسلم واجهك الاله. يعني انت تعمل كل حاجة هو بيقول لك تعملها. اهي. فأقم واجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس وعليها لا تبديل الخلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون بص يبدأ يرقص ويغني إزاي بقى ولا بد أن تكون أركان هذا الإسلام بدليل كوليه تعالى فطرية مقبولة يتفضل يا عم قالوا لك عشان قال فطرة الناس التي فطر عليها الراجل لاحظ هنا فطرة الناس التي فطر عليها بالنسبة لي معناها أن الناس المفروض تعمل كده مش معنى أن الناس كانت كده أو الناس هي هتبقى كده لو كان فطرنا على كده يبقى حاسبنا ليه بقى ما احنا هنطلع كده فطرة بالفطرة وخلاص ده الراجل ده بيهرج حتى يقول فطرة الله التي فطرة الناس ده فطرة الله مش فطرتنا ده فطر الناس عليها بس مجرد فطر الناس عليها لكن الفطرة هي فطرة الله مش فطرة الناس الراجل ده ما بيفهمش أقل منطق يا جماعة أن كل الناس لازم تبقى تابع الفطرة اللي ربنا خلقها عليها لا طبع مش معنى كده هو فهم معنى كلمة الفطرة غلط الفطرة هنا مش فطرة الناس دي فطرة الله هو فطر الناس عليها بس قال للناس ان انتو ده المفروض تعملوه ما قالش حتى دي فطرة الناس فهي بقول فطرية مقبولة تتماشى بشكل طبيعي مع ميول الخلق يا سلام بص الراجل الجاهد بقى ربنا هيعمل لنا حاجة تتماشى مع ميول نحنا ومش مع يعني ملاش هقول ميول ربنا ربنا ملوش ميول ومش مع قوانين ربنا الراجل ده لاحز ولا مين الخلق هنا ومين المخلوق هيعمل الدين طبقا لميول الخلق ومين حتى اصلا فينا ميول الخلق هي ميول الخلق دي احنا جبناها من عندنا يعني ولا ربنا اللي حطاها فينا مش فاهم صحيح فهل الشعائر اقامة الصلاة والصام وحاج البيت والزكاة التي افترضوا انها من اركام الاسلام فطرية تتاجه اليها النفوس والارواح والعقول مدفوعة بفطرة الخلق لو انت مؤمن اه طبعا طبعا لو انت مؤمن امنت بالله يبقى انت حتلاقي فطرة اللي دي اتجعلت فيك على طول ان انت هتقوب تبدأ تكريم الصلاة وتبدأ تصوم وتبدأ تسمع كلام ربنا بقى لما انت امنت بيه عوانت ايه بكلام بس طب ما طبعا ما طبعا لازم وبعد كده ولو انت بتعملي بقى انت كده بقيت مسلم هي دي الفطرة اللي ربنا عايزنا عليها ان احنا نبقى مسلمين لكن مش معنى كده ان احنا لازم نبقى كده اوتوماتيك ما احنا لو لازم نبقى كده اوتوماتيك يبقى حسبنا ليه بقى ده يوريك ان هو فاهم منطقيا تماما موضوع الفطرة ده غلط لناخذ الذكاء مثلا ان هو بيقول لنجدها ضد الفطرة الانسانية يعني اذا بيقول لك عشوف راجل انسان مادي دنيء بيقول لك فالذكاء اخراج للمال وانفاق له جعل الله خلقه على كنز المال وحبه كجزء من اجزاء غريزة حب البقاء وراح جاب لك الاية قال ايه وتحبون المال حبا جما ده الناس الزبالة اه ايه الغبي ده واي واحد حتى مش الزبالة بيحب الفلوس لان من غير الفلوس مش هتعيش هو ده القانون اللي عمله لكن فيه ناس بتنفق في الزكاة وهي سعيدة جدا وهي بتبقى مبسوطة جدا جدا انا اعرف ناس كتيرة بتدي للفلوس اكتر من الزكاة وهي في قمة في السعادة وهي بتعمل كده وفيه اية بتقول كده ان هم بيدي الفلوس وهم مبسوطين وهم بيعملوا كده اتى المال على حبه يعني بيدي الفلوس للناس وهو بيحب كده ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكة والكتاب والنبيين وقات المال على الحبه اهي وقات لسه سبحان الله كنت لسه بقول لك اهي قال يا والله العظيم ما شفتها وقات المال على الحبه طب اهو يبقى فيه ناس بتأتي المال على حبه اهي بتأتي المال وهي على حب الله سواء بقى حتى لو معنا هنا على حب المال رغم كده بتأتي المال او على اللي ما تبيد حب الله بغض النظر من المعنى اللي الناس عايزة ياخدوه بيهم الخلاص ان هو بيأتي المال على حبه خلاص يعني يعني سواء حب في الله او سواء كان ان هو بيحب ان هو يدي المال للناس ما هو بيدي المال على الحب لكن مفيش ان هو ضد الغريزة خالص ضد الناس اللي هي مادية زي محمد شحرور اللي بيبيع كتابه بترتيمية ريال السوري عشان يلم منه فلوس تمام ويدحك ويتاجر بدين الله باسم الدين عشان يشتري بايات الله سمنا قليلاً ان هو ده اللي بيبص للمادة كده هو ده اللي عايز يدفع الزكاة وهو مدايق امثاله امثال عبدة كتب الاحديث الشوطنية والبخاري البخاري عامل كتاب في صحيح البخاري اسمه التحيل على الزكاة ان انت تتحيل على الزكاة عشان ما تدفعهاش تيجي قبل اخر كل سنة تعمل حركة كده ان انت ما تدفعهاش الزكاة طبعاً كلام تهدي جوا عامل زيه بالزبط هنا ده وليكوا التشابه الخطير ما بين الناس دي كلها المشركين دول والشركاء دول بيقولك هنا ان الانسان خلقه هقلوا عن اذا مساه الشر جزوان واذا مساه الخير منوعاً يعني الخير منوعاً ما مش شرط الخير بس الفلوس ده الانسان الوحش لكن الانسان المسلم لله مش هيبقى اذا مساه الشر جزوان لانه هيبقى مسلم لقضاء وقدر الله ومش هيهلع من الحاجات دي ولو مساه الخير عمره ما هيبقى منوع طبعاً هيأتي المال على حبيه لكن معظم الناس اه هيبقى كده لكن في الناس اللي هتوصل لدرجة الاسلام مش هيبقى كده فطبعاً يبقى الصوم والزكاة والصلاة والحاجات دي اه طبعاً من فترة الانسان المسلم طبعاً اللي انه هو يعملهم هتبقى في الفترة فيه طبعاً اتجعلت فيه طبعاً لهو اسلم واجهول الله ومش ربنا هو اللي بيهدي مان يا شاء لما ربنا يلاقي واحد اسلم واجهول ليه ليه ربنا ما يخلهوش انه هو يبقى بالصفات التانية انه هو بيدي الفلوس بخير وانه هو بكل الصفات العكس معظم الغالبية من الناس بيقولك انا ولننظر الى الصوم كمثل اخر لانا جداهو يتعرض مع الفترة لا يتعرض مع فترة طاعة الله لو انت مخلوق وبتعتبر نفسك مخلوق لكن محمد شحرور شكله بيعتبر نفسه في مستوى الله باية انا ما عارفش والليه بالزبط شكله كده لكن لو انت بتعتبر نفسك مخلوق والفترة ان انت تطيع الله وانت عايز تعمل الفترة دي هتبقى في فترتك على طول ان انت تسمع اللي ربنا قالك عليه حتى لو كان صعب انك تصوم زي ما ابراهيم ربنا طالب بانه ان هو يتبح ابنه في الحلم المفروض دي كانت تتعرض مع الفترة لكن ابراهيم عمل كده لان هو ده اللي استعمل فترة هنا ان انت تطيع الله انك توصل تسلم واجهك لله ان انت تسمع كلامه في كل حاجة بلا نقاش طعم يا ومع غريزة حب البقاء تعارضا عموديا ده عند انت الناس المدين وعند المركسيين طبعا بس لكن عند المسلمين لأ فالاصل في الفترة ان يأكل المرأة حين يجوع ويشرب حين يعتش بس الكلام الاطفال بيكلم الناس في الحضانات على فكرة الرجل ده شكله كده يعني اسلوبه في الكلام ويطلق للسانه العنان سبا وشتما حين ايغضب انا بقى كده من النوع ده انا مياه يعجبني ان انا بقى من النوع ده اما الصام فهو تهزيب لهذه الوجوه الوحشية البهمية من الفترة وقام لهذه الغرائز التي اوجدها الخالق في الخلق لحماية النوع والحفاظ على البقاء سبحان الله يعني عمل ان الصوم حاجة كويسة يعني عمل الصوم هو حاجة كويسة بليه ما يجعلوش من الفترة بقى الراجل ما بيقولك اما الصوم فهو تهزيب لهذه الوجوه الوحشية البهمية من الفترة ده عمل الفطرة حاجة وحشة بهمية يعني كأن ربنا خلقنا على فطرة فطرة الله عملها فطرة بهمية الراجل ده لاحظ يا جماعة أنا مش قادر أتخيل والله العظيم ما قادر أتخيل أنا مش قادر أستنى لحد ما وصل لصفحة 59 عشان أخلص منه الكابوس اللي أنا عايش دلوقتي عملها أرى كلام زبالة وحثالة ده ده كلام البخاري حسن منه والله العظيم كلام البخاري حسن منه وبقولها بكل أمانة وبكل ثقة يعني البخاري حتقدر توصل لمنطق معين وممكن تستفيد من بعض الدروس الكويسة فيه إلا الزبالة كده كتاب زبالة توتلي زبالة من أول وآخره سمت مثال ثالث هيدينا مثال ثالث عشان يصدعنا ويقرفنا رغم أنه الأمثلة كلها بتاعته خائبة لم يارد عنده واضع أركان الإسلام رغم واضع أركان الإسلام اللي هم الناس عركان حديث انت تتكلمهم هم لكن ان انت تتكلم ونس تانية كلها فيه ناس بتؤمن أن أركان الإسلام كتيرة مثلا أو محمد شحرور بيؤمن أن أركان الإسلام أقال من اللي هم مواضيع أركان الإسلام مواضيع أركان الإسلام بيقول عليهم خمسة محمد شحرور بيقول عليهم ثلاثة رغم أن تكليفه أمر الله به المؤمنين هو القتال في هذا المثال يوضح سبحانه بيعيد نفس الكلام وهو قره لكم الله طبعا القتال قره أنا عايز أفهم يعني انت عايز تقولهم إيه مثلا بموضوع القتال من قره يعني يعني انه كره للناس يعني بيقولك هنا كما كتب على الذين من قبلهم مما ذكرنا بآية الصوم التي تنص على الصيام كتب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم رغم انه قطعها على فكرة وذكرنا بأن الصلاة كتابة موقوطة لكن البقرة ماتين وستاشر تزيد فتوضح بما لقبل الشك بأن الله يأمر المؤمنين بالقتال وهو كرهن لهم طبعا اي خناعة كرهن لأي واحد سبحان الله ربي ده كافر او مؤمن لو انت تروح تتخانق كرهن لان انت ممكن تتعور ممكن تموت فيها ممكن قلم يجي لك بين وضع ممكن تتعامي ممكن اي حاجة في درر وخلاص حتى لو كسبت ما ممكن تتفقع لك عين برضو ولو كسبت في الآخر ما انت خسرت برضو فالقتال وحش في كله بغض النظر ربنا بيأكدنا بيقول لنا حقيقة معروفة صدق الله العظيم طبعا صدق الله العظيم فالقتال ضد الفترة لا القتال مش ضد فترة ان انا قطيع الله في القتال لو انا مسلم لو انا فترة الاسلام لله لو انا اتخذتها ليا يبقى انا القتال هنا مش هيبقى كره ليا ده بالعكس واحنا بنشوفها حتى في الناس اللي هم عابدة الاحديث بيبعزين يروح يقتلوا ويموتوا شهيد ويموتوا شهداء بيرحبوا بكده بيروح يقتلوا نفسيهم كمان ده يزبط لك كلامه الغبي ده يزبط لك انه كلام غير منطقي لان القتال مش ضد الفترة المسلمين اللي اسلامه لله ممكن يروح يموتوا نفسيهم طبعا وهم ممكن يبغلطانين في حاجة زي دي ان انت بتروح تقتل نفسك انه مفرو ده انت حد يقتلك يعني فهام وانت حسب انه الذين قتلوا وما قالش الذين قتلوا نفسيهم قال قتلوا اتقتلوا يعني واحد قتلهم هو ده اللي الناس بتعمله لو مسلم مش هيبقى ضد الفترة بالعكس هيبقى مع فترة الاسلام ان انت تموت شهيد طبعا وتروح تحارب في سبيل الله وتتمنى ان انت تتقتل في سبيل الله اخوي حمدي كده اخوي حمدي نفس يقول لي يا ريت تقوم حارب ما بين مصر واسرائيل عشوها الساكين في السيناء يقول لك اروح حارب على طولها فرصة موت شهيد فين بقى اللي هو ض ضد فترة المسلمين ضد فترة الكفار وضد فترة الاعراب اللي هم كانوا ملقاعدين وفي الايات اللي شفناها ومش عايزين يروح في حرب وقضع وضع وضع تاني ضد فترة المركسيين اللي عايزين الدنيا وخلاص ويالله نعيش الحياة والقلب يمينون المناء ضد فترة شحرور ايوة اه لكن مش ضد فترة المسلمين طبعا لله المسلمين بحق لله بيقول لك هنا لقد اكتصرنا حتى هذه السطور على ضحض مزاعة وداء اركان الاسلام الخمسة وعلى تنبيه القائلين بها الى مخالفة ذلك للتنزيل الحكيم ولكن هل وضعت تنزيل اركان الاسلام او ما هي؟ هي دي النقطة بقى اللي احنا عايزين نتكلم في عليها انت فعلا ده حط مزاعم وضع اركان الاسلام الخمسة من عبدة الاحاديث لان هم اغباية مش فاهمين برضو الاسلام زي ما انت غبي برضو ما انتش فاهم الاسلام وانت ان انت بقى تحاول انت تستخرج اركان الاسلام من الكرآن ده والنتيجة اللي انت وصلت فيها هو ده اللي هيثبت غبائك طب مية في المية وده الجزء اللي هنشوفه بعد كال اشتركوا في القناة